اشتركوا في القناة هنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ولم يقل خلق لكم الارض لانه هو في ايات اخرى هو الذي خلق السماوات والارض وهو بكل شيء عليم الذي خلق السماوات والارض انا ما بتكلمش فيه لانه دا حنتكلم فيه برضو بحرية نفكر انما كان موجودا خلق السماوات والارض وهو بكل شيء عليم لكن يبي يقول لي كمان هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الارض فيها كثير من الخيرات فيها كثير من صنع الطبيعة وفيها ما هو من صنع الانسان ولذا لكي نبع نبص في اياتين افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون قل بأس بعثنا عليكم عبادا لنا قل بأس فجاسوا خلال الديارة وكانوا احدا مفعول ثم رددنا لكم الكرة عليكم وامددناكم الى اخر وان عدتم عدنا اذا الله خلقكم وما تعملون يبقى يبقى الانسان فيما يعمل خالقا من قدرة الله انما هو فعل الله وهو في هذا يده المنبسط بالفعل افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا يبقى هنا بيشير اذا قلنا ان ما ظهر الله في شيء مثل ظهوره في الانسان فانما يريد ان يشير الى مرحلة لحياة الانسانية والبشرية على هذه الارض في زمان قد يكون مجهولا لوعينا ولتاريخنا ولإدراكنا طارسناه من عصور مجهولة عمل وويد وسابت وتجدد الباء اذا قالوا يبقى اذن لان عاوز اقول انه لما بيقول هو الذي خلق لكم يبقى عضاف فعل العباد في تاريخ ما قبل ادراك الانسان لتاريخه وانه فعل في الارض فعلا انتفع به السلف من فعل انتفع به الخلف من فعل السلف ان الله اضاف هذا الفعل الى نفسه وان كل ما يتواجد على الارض من فعل للانسان سابق انما هو من فعل الله لان الله اضاف الانسان الى نفسه وعشان كده قال ما في الارض جميعا بستين نخيل حدائق شقنا ترعا نقنا مصارف اخذنا اخشاب بنينا بها بيوت اراضي عملنا بها قصور احجار عملنا بها قصور كل ما تواجد على الارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومطلوب فعلكم يعني هنا ما اضفوش بقى الى فعل الطبيعة الخالقة لان الطبيعة الخلقة لها اية تانية خلق الارض والسماوات وبرضو هنلجع تاني نقول الانسان في معنوياته والانسان في شيئيته هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوى هن بقى فهمنا ازاي في الارض الفعل مضاف اليه ومع انه فعل الانسانية قال قال يسوم استوى الى السماوات طب مين اللي استوى الى السماوات والسماوات فيها ايه ومين هما اللي عمرين السماوات وتعملت الزج برضو انا هنا مطلوب فهن حلق الانسان لان حيقول لي في ايات تانية لا ترفعون طبقا فوق طب اوان طب وحيقول واوحى في كل سماء امرها وحيقول في الارض اتى امر الله فلا تستعجلوه اذا اذا اردنا ان نفهم ثم استوى الى السماوات فهذه هي الانسانية المرتفعة من الارض بروح الله وبوصلتها بالله وبقيامها بالله وبإضافتها لله فعمرت السماوات هنا ينعبر بالمؤنس تسوى هن وحن نلقى آية حتى تتصادفنا وحنا بيعين حول ما تدعون من دون الله الا اناثا وحن لقى آية تقول ثم سواك رجل فعنجد ان هنا قضية تانية طبعا نعرض لها عرضا واحنا ماشيين علشان نتزوق المعاني الدقيقة دي ان الانسانية مكونة من بدئين من كائنين قلنا ادم وحو ف ادم او حوة دون معنايين معنايين لشقي الانسان الانسان في معاني السيادة والربودية والانسان في معاني المسودة والعبودية وهنا الرسول يقول لو كنت اامرا انسانا ان يسجد لانسان لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها لان الزوجة تمثل معاني العبودية والرجل يمثل معاني الربوبية ولذلك لما بيخاطب يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك وبعدين حيقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعقول من زوج وولد يبقى الانسان ثم سوى كرجل بمثل معاني الربوبية الله من ورائه محيط وهو وجه الله وكل ما امن عليها ثان ويبقى وجه الله اللي هو وجه الانسان لان الله من وراءه محيط ما حرصه على دوام رباطه بمن هو اقرب اليه من حبل الوريد وهنا توثل المرأة معاني العبودية وهنا لما قال فسوهن سبع سماوات قصد ان كل من في السماوات اتيه في معاني العبودية ولذا حيقول ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لان العبدا حيقول ثم سواك رجلا حيخليه خليفا